التقى وزير الزراعة والصلاح الأراضي السيد القصير مع رئيس البورصة المصرية محمد فريد لبحث سبل تنصيق الجهود وتعاون في مجال البورصة السلعية تطرق اللقاء إلى بحث كيفية تطوير أليات تدول عدد من السلع الاستراتيجية بشكل منظم تحكمه قوى العرض والطلب وذلك من خلال البورصة السلعية حيث جرى الاتفاق على البدء بسلعتين الدواج والبيض ومن المتوقع أن تحقق عملية إدراج سلعتين الدواج والبيض في البورصة السلعية شفافية في عملية التسعير من خلال التداول ومتابعة الأسعار بالإضافة إلى تقليل الحلقات الوسيطة المتسببة في تقلبات الأسعار